مجزن لأهم الأنباء أهلا بكم أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها الخاصة بشان ألية التحقق والتفتيش في اليمن ستضطر إلى تعليق عملياتها في أغسطس القادم بسبب ضعف الموارد المالية وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغاريك إن ألية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن بحاجة ماسة إلى أموال إضافية لمواصلة عملها مشيرا إلى الحاجة العاجلة إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار لاستمرار عملياتها خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام الجاري أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة إضافية قدرها مئة مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن وقال البنك في بيان له إن التمويل الإضافي سيبني على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي والبالغ قيمته خمسين مليون دولار والذي بدأ العمل فيه خلال عام 2018 وأضاف أن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية من شانها أن توفر الخدمة لنحو ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص كما ستزود حوالي 700 منشآة عامة و100 مدرسة وصف وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك الهدنة الأممية السارية في اليمن بالهشة بسبب خرقات الحوثيين لوقف إطلاق النار واستمرار حصارهم لمدينة تعز وقال بن مبارك في تصريحات إن ما طرحه الحوثيون من مقترحات بشأن تعز كانت مجرد طرق فرعية مشيرا إلى وجود أهداف عسكرية للميليشيا في المدينة وفيما يخص إيران قال بن مبارك إن الملف اليمني أصبح رهينة لدى طهران التي تستخدمه في مفاوضاتها الجارية مع القوى الغربية بشأن الملف النووي أفاد المركز الأعلامي لمحور الضالع بسقوط جرحة إثر قصف حوثي استهدف سيارة إسعاف في مدرية قعطبة في أحدث خرق للهدنة الأممية وأوضح المركز أن الميليشيا استهدفت سيارة إسعاف تابعة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمقذوف لطائرة مسيرة في قطاع باب غلق ما أدى إلى سقوط أربعة جرحة بينهم طبيبان أدوى رصدت تقارير حقوقية سقوط أربعة وأربعين شخصا بين قتيلا وجريح جراء انفجار ألغام ومقذوفات من مخذفات الحرب خدل شهر يونيو الفائت وبحسب التقارير فإن عدد القتل بلغ سبعة عشر شخصا بينهم ثلاثة عشر مدنيان وطفلان إضافة إلى امرأة واحدة وجنديا في الجيش كما بلغ عدد الإصابات سبعا وعشرين حالة من بينها أربعة عشر طفلا بالإضافة إلى أحد عشر مدنيا وامرأة ومهندس يعمل في مجال نزع الألغام نهاية المجاز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر